مساء الخير مشاهدينا تشاهد الصدف أن يحل علينا فصل الربيع بالخيرات من خلال تساقط أمطار وثلوج معتبرة على جل المناطق الشمالية بدون استثناء وعليه هناك العديد من النشريات الخاصة تم إصدارها نهار اليوم تفيد بتساقط أمطار معتبرة حوالي 40 مم محليا خاصة على السواحل الوسطى الشرقية وحتى على السواحل الشرقية كذلك بعض الأمطار المرتقبة على المناطق الشرقية وكذلك هناك تنبيع أقول من المستوى الدرجة الأولى على الشمال الواحة وثلوج مرتقبة كذلك المرتفعات التي يصل علوها الألف متر فيما يخص الوضع الجوية إن شاء الله لأمسية اليوم وحتى صباحة الغد بحول الله صوت القمر الاصطناعي توضحنا سحب كثيفة رائم تمركز على جل المناطق الشمالية قادمة من شمال أوروبا كذلك بعض السحب الكثيفة إن شاء الله رائم توقع على أقصى الجنوب وصول إلى غاية مرتفعات الأهقار والتاسيلي بالنسبة للرياح إن شاء الله لأمسية وصباحة الغد بحول الله رياح قوية راح تعرفها جل المناطق الشمالية تراوح سرعتها ما بين 40 حتى 50 كم في الساعة كذلك هناك بعض الرياح القوية إن شاء الله على أقصى الجنوب وصول إلى غاية مرتفعات الأهقار والتاسيلي الحق سرعتها حوالي 40 كم في الساعة وتكون رياح من ضعيفة إلى معتدلة على باقي المناطق الجنوبية فيما يخص أمسية اليوم بحول الله أدواء شتوية أمطار خير إن شاء الله أن توقعوها ستساقط على جل المناطق الشرقية البلد حتى على المناطق الوسطى وكذلك على السواحل الغربية فقط أدواء غائمة على المناطق الداخلية الغربية حتى على شمال الصحراء كذلك على منطقة التمنص وصافية بباقي المناطق الجنوبية درجات الحراء إن شاء الله لأمسية اليوم بحول الله يبقى دايما الحالباد خاصة على المناطق الداخلية ما تتعدش درجتين فقط وهذا على كل من قسنطينا سطيف برج وارج وصول إلى غاية بيتنا وخشلة درجة واحدة تحت الصف بالجل فتيات نعمة مشرية حتى على البيض سبعة درجة جزائي العاصمة بومرداس وصول إلى غاية المدية وتزوزو تسعة درجات بسكيك داعناب الطرف كذلك على وهران سبعة ببشر تنشن درجة على مدينة تيندوف حداشن بأدرار وعين صلح تلحق حتى العشر درجة بيتامنة واثنين وعشرين درجة على عينقزام وبرج بجي مختار صبي حتى الغد الخميس بحول الله كما نلاحظوا في الصورة أجواء شتوية بامتياز ستميز جل المناطق الشمالية للبلاد أمطار إن شاء الله وإن شاء الله تكون أمطار خير كذلك ستميز جل المناطق الشمالية مع ثلوج مرتقبة على كل المرتفعات أقول الغربية الوسطى والشرقية التي يصل علوها الألف متر أجواء غائمة على شمال الصحراء ومشمسة بباقي المناطق الجنوبية درجات الحال إن شاء الله لين سجلوها لصبيحة الغد ما تتعداش درجتين تحت الصف على مدينة البيض كذلك على خنشلة وبتنة صفر درجة تستلوها بقسنطينة بورد بورج بسطيف كذلك على الجيل فتيرت نعمة ومشرية 6 درجة بيكون بمدينة وهران وصول إلى غجزة العاصمة حتى للمدية وتزيوزو تلحق حوالي 8 درجة فقط ببشر 5 بغرداية 13 بيعين سلح 12 درجة على إليزي وكذلك على جانت 22 درجة على مدينة عينقزام وبرج بجي مختار حالة البحر إن شاء الله لأمسية وصبيحة الغد بحر نوعا ما مضطرب إلى هائج وهذا على طول الشريط الساحلي سرعة الرياح تلحق حوالي 40 كم في الساعة على السواحل الغربية 50 كم في الساعة على السواحل الوسطى وتلحق حوالي 60 كم في الساعة وهذا على السواحل الشرقية الرؤية إن شاء الله راح تكون متوسطة أو متوسطة على السواحل الغربية رديئة على السواحل الوسطى وكذلك الشرقية اتجاه الموجه يكون من شمال إلى شمال شرق على سواحل الشرقية شمالي شرق على سواحل الوسطى والغربية للبلاد هكذا نلاحقوا لختاب نشرطنا دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم